ازدياد المواجهات العنيفة في مختلف الجبهات بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مؤشر على قرب نهاية المتمردين الذين باتوا يعانون كثيرا بسبب انتفاضة القبائل في تعز ومأرب والبيضاء واعلان الوية جديدة الانضمام الى الشرعية بالاضافة لضربات طائرات الحزم التي كبدتهم خسائر فادحة اخر تلك الغارات استهداف القصر الجمهوري في تعز الذي يتخذه المتمردون معقلا لهم ما ادى الى مقتل نحو ثمانية عشر قياديا كانوا مجتمعين فيه كما قصفت طائرات التحالف اللواء 22 حرس جمهوري وتجمعات الحوثيين غرب المدينة بينما تحدثت المقاومة الشعبية عن تدمير عدد من المدرعات التابعة لميليشيات الحوثي في تعز في الاثناء واصلت ميليشيات التمرد التابعة للحوثيين والمخلوع صالح واصلت قصفها العشوائي على ابناء مدينة عدن الذين يعانون حصارا ونقصا حدا في المواد الغذائية والطبية بعد ان استهدف المتمردون بشكل متعمد بالدبابات والمدفعية الثقيلة الاحياء السكنية ومنازل المواطنين والمباني الخدمية شهود عيان افادوا ان المتمردين الحوثيين وبعد ان قطعت عنهم خطوط الامدادات بدأوا يتسللون الى مدينة عدن عبر البحر بقوارب صيد من بحر عمران متنكرين بزي صيادي الاسماك لتفادي استهدافهم من قبل طائرات عصفة الحزم حسب ما ذكره شهود عيان اما في الظالع فقد تمكنت المقاومة الشعبية من صد كل محاولات المتمردين التقدم باتجاه المدينة وكبدتهم خسائر كبيرة في المعدات والارواح يأتي هذا بعد ان رفض قائد جبهة المقاومة في الظالع الشيخ عدروس الزبيدي لقاء لجنة وساطة قدمت من الشمال تطلب وقفا لاطلاق النار عادل اليافعي العربية ترجمة نانسي قنقر